اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات انت تسأل وعلم بها الاحتراف يوجيب احد الخوة يسأل انه كيفية رؤية ملفات البي اس دي من دون الحاجة الى فتحها طبعا مثل ما تلاحظون هذه ملفات بي اس دي لا يمكن مشاهدة محتوياتها الا اذا فتحناها بداخل برنامج فوتوشوب لو عدي ملفات كثيرة وحبيت استعرض هذه الملفات بدون ان افتح حاليا بعض هذه الملفات يكون حاجمها كبير وبالتالي عملية الفتح تكون مزعجة طبعا هناك برنامج هذا البرنامج جدا مفيد واني استخدم مصار سنوات واغلب المصممين يستخدمون طبعا هذا البرنامج هو اسمه بي اس دي كودك هذا البرنامج راح يكون مرفق ان شاء الله مع هذه المحاضرة راح نجي نفتح هذا البرنامج طبعا بي كي وبي الكود اللي هو البي اس دي كودك راح نجي نفتح البي اس دي كودك وننصبه برنامج بسيط جدا طبعا راح تطلع لي هذه النافذة اضغط على يس ومن ثم نيكست اكسبت برنامج بسيط جدا انتظر عملية التنصيب ومن ثم نيكست طبعا يطلب منعدي ريستار انا راح الغي عملية ريستارت امكانكم ان نسوون ريستار انتم جيد بعد ما نصبنا البرنامج راح نشاهد انه البي اس ديات كيف يتم استعراضهم بشكل مباشر فقط ملاحظة انه هذا البرنامج هو برنامج يعمل بدون التفعيل يعني اذا فعلنا البرنامج فممكن انه يعني يكون نسخة يعني مفعلة واذا ما فعلناها ايضا النسخة تكون تعمل فقط الاختلاف انه اذا تفعل راح يتم تحديث النسخة لا اكثر ولا اقل وطبعا ما نحتاج احنا نفعله لان بعض الاحيان التفعيل يكون مزعج ومضر بالنظام اذا نجي نشاهد ملفات البي اس دي راح تكون مستعرضة وبامكان انه اشاهدها بشكل مباشر دون الحاجة الى ان افتحها ان شاء الله تكون هذه المحاضرة مفيدة وسهلة وذا عدكم سؤال بامكانكم ان تسألوه من خلال تعليقات هذه المحاضرة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة